لكن خلينا كمان على مستوى الصحافة العالمية هنروح مع حضراتكم ونشوف ايه اللي قالته الصحافة العالمية عن توكيو 2020 هنبدأ جولتنا في الصحافة وصحيفة العالمية مع ساون باولو طبعا البرازيلية اللي ركزت على تأهل المنتخب الأولمبي البرازيلي أمام المنتخب المصري اللي مباراة نصف النهائي في توكيو 2020 ومواجهة المنتخب الياباني صحيفة كتبت البرازيل تصطاد اليابان في نصف نهائي منافسات أولمبيات توكيو 2020 يوم الأربع المقبل طبعا مباراة تكون على المستوى الفني أعتقد مباراة كبيرة جدا جدا اليابان صحبة الأرض أمام البرازيل المرشح بقوة للفوز بهذه البطولة لسه مع صحف البرازيلية وصحيفة تيبارو كتبت بنصف هدف هو نصف هدف آخر يصل البرازيل وتفوز البرازيل على مصر وتضمن التواجد للمنافسة على ميداليا أولمبية نروح من الصحافة البرازيلية نروح لصحف المكسيك اللي يمكن صلطت أيضا الضوء كذلك على إنجاز منتخب بلادها الأولمبي منتخب المكسيك والتأهل لنصف نهائي المنافسات في توكيو 2020 وكتبت صحيفة أوبا فازت المكسيك على كوريا الجنوبية لمواجهة أسبانيا في نصف النهائي أضافت نفس الصحيفة وقالت المكسيك وموجهة على المحق مع البرازيل طبعا في إشارة لها لوصول المنتخب المكسيكي والمنتخب البرازيلي لمباراة النهائية ويمكن كمان يعني محدش عارف في الكرة ممكن كمان يتقابله على مستوى المركز الثالث والرابع يعني خلينا نتكلم لسه في المكسيك وتحديدا صحيفة ألسيخالو المكسيكية اللي كتبت المكسيك تفوز على كوريا الجنوبية وتبلغ نصف النهائي الثالث في تاريخ منافسات كرة القدم في الأولمبياد كل الاهتمام كمان في المكسيك بتواجه زي ما حضراتكم عارفين المنتخب الياباني وبالتأكيد هتكون مباراة مش هقول مباراة سهلة مباراة صعبة للفرقتين ولكن يبقى المنتخب المكسيكي شوفنا أداء أكتر من رائع وأهداف كتيرة جدا جدا والملاحظ كمان في الكرة المكسيكية كرة أمريكا الجنوبية تعتمد زي كلنا عارفين على مستوى الأداء الهجومي والمطع في الأداء الهجومي المدرسة اليابانية أو كوريا الجنوبية تمتاز بالالتزام الشديد جدا من نواحل تكتيكية من مستوى اللاعبين يمكن بيقل فيها المهارات الفردية شوية على المستوى الفريق لكن تبقى مباراة أعتقد مباراة صعبة دايما مباراة نصف النهائي مباراة على مستوى عالي جدا جدا المكسيك طبعا أمام اليابان مباراة صعبة وهناك كمان مباراة أصعب ما بين البرازيل وأسبانيا